أطع شهر كامل على حضورنا المتواصل داخل البرلمان أطع الوقت من وقت ما دخلنا زيادة الأزمان زيادة المآشي ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين ننتقل وإياكم إلى ساحة النجم للاستماع على النداء الذي يطلقه النائبان نجاة صليبة وملحم خلف ارحموا شعبنا ارحموا أهلنا ارحموا يلي انتخبنا ارحموا العجز الأطفال المرضى اليتامة ارحموا الفقر المؤسل المهمشين وهن اليوم صاروا أكترية اللبنانية عرفوا انه وكالتنا عن الناس منا حبر على ورق ولا هي رفاهية ولا خدمة لمصالحنا الشخصية إنما هي لخدمة المصلحة الوطنية العليا لخدمة الإنسان وخدمة الشعب هيدا واجب وطني بيجي قبل أي عمل آخر ما لازم ننطر أكتر ما لازم ننطر حدا الناس بحاجة هلأ لخطة طوارئ لخطة إنقاذية لإغاثة إلى حكومة بس لا إغاثة لا إنقاذ لا حكومة من دون رئيس للدولة تعوه تعوه هلأ للمجلس النيابي تعوه نبقى هون وما نظهر إلا بعد انتخاب رئيس هايك بيول الدستور وهيدا موجباتنا الدستورية الملزمة والمقيدة لإلنا لازم نعرف إنه عدم حضورنا لإتمام هيدا الاستحقاق هي مخالفة للدستور بهيدا الاستنكاب عم نسيء للوكالة يلي عطانا إياها الناس عم نخون الأمانة يلي أمننا عليها الناس عدم حضورنا لانتخاب رئيس للجمهورية هو انتحار جماعي هو قتل متعمد هو إبادي لشعب بكامل أيها الزمنة نواب الأمة خلينا نوقف موقف الشرف موقف البطولة بوجه الخراب بوجه الفراغ بوجه التقاسم تقاسم باسم الزبائنية الطائفية المذهبية بوجه المصالح الفردية الدايئة خلينا نوقف بوجه قوى الزلام خلينا نوقف كرمال شعبنا وأهلنا لأنه اليوم هيدا اليوم هو مسؤوليتنا وبس مسؤوليتنا للم أنا بدي أطلب منكن إنو تعملوا لإسمي للسكرين التاني في شاشة تاني اسمها نرجات صليبة مش الشاشة اللي عم بحكي منها لحتى تشوفوا كيف البرلمان ملفلف بالعالم اللبناني وكيف الشموع مدوية قدام المية وثمانة وعشرين كرسي هيدا المنظر اللي نحنا بدنا يه لحتى نكون أهل لأهل البرلمان ولشعبنا إذا فيكن تعملوا البن عليه لأنه منظر رائع كتير حلو وأنا بشكركم وبقلكم إنو قضيتنا اليوم هي أوسع بكتير من انتخاب رئيس للجمهورية القضية هي إعادة بناء وطن وإعادة الأمل لبناء مستقبل ما في بيت أو شركة أو مؤسسة أو دولة كبرت واستمرت من دون أنون والأنون هو ليحمي الناس مش ليفرقهم بين طبقات وتواقف وعشائر أو أزلام عند الزعيم نحنا نوّي نحنا نوّي بالتغيير ما منكون عملنا شيء إذا اعترضنا وخلينا المنظومة تكمل شغلة متل ما تعودت لازم ننطفل ونقول نحنا نوّيب وإج بيتنا نطبق القانون ليكون في عدالة بين الناس وإج بيتنا نحمي الدستور حتى يكون مرجعيتنا وجودنا بالبرلمان اليوم هو التحدي الأول لتطبيق أول مرحلة من بناء الدولة وهي تطبيق الدستور وتفعيل المؤسسات العامة بدءا بانتخاب الرئيس لأن الرئيس هو بداية الحل أهدافنا بهيد المرحلة واضحة أولا تفعيل دور البرلمان من خلال الضغط لإعادة انتظام العمل البرلماني والتصدي لكل محاولات التعطيل تاني شي توسيع ساحة الاعتراض من الداخل لخارج البرلمان لمنع محاولات تطبيع الفراغ بالمؤسسات من هون بقول لا ضرورة تعلو فوق انتخاب الرئيس انتو مش عايزين أكل ولا حرمات انتو كرامتكن بتسودني ومن هون بدنا نبلش نبني دولة وشكرا شكرا والدستور ترقبوا بعد قليل نشرة الأخبار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر